تحكي عن بعلبك اللي هي من أجمل بلدان العالم وأهلة طيبين وعندهم هالنخوة والشهامة ولكن للأسف يعني موصومة بعلبك تجارة المخدرات زراعة الحشيشة السرقات يعني لكن أنا فنان وابدي أدخل بهالموضوع هذا كله بس ما أنه أنا ابنة بعلبك ما فيه معك لكن المخدرات كل تلتة ربعة دول العالم بس نحنا ما عنا سياسة يعرفوا يضبطوا الوضع هذا بأفغانستان تشتري دول أوروبا الكشخاش بثلاثة مليار دولار للأدوية مش عم بقول أنا مع المخدرات وأنا ضد المخدرات وضد الإزية لأي عائلة أو أي دولة خليجية شو اللي عم تجربة تقوله الكشخاش اللي هي نبتة الأسفل بش أنا اللي بقوله أنه لو في الدولة ما كلنا وصلنا لهون من السبع وخمسين بذكر أنا وقالت كان رئيش معه وعملوا حرب عملنا ثورة ونزم للحكومة لفرجيكي نفسية أهل بعلبك كان يروح يتصياد ببعلبك بسهولة بعلبك كانوا الشباب بعلبك يغضوا له سفيحة ويلتقوا معه ويعملوا له أبريق الشاي ابن بعلبك طيب طبعا ولو هاو طبعا المخدرات بس لو في دولة تمحيون بعدين لو بيعملوا عافو مثل ما الجايش هلأ عم بيضبط الأمور يعملوا عافو والجايش حاضر ما يبعد فيه خلال عم تطلب عافو عن المطلوبين تطلب عافو والدولة تفوت مثل ما إجوا عملونا بالأمم المتحدة زراعة الزعفران بدل حشيشي يعني الزرعاتي سنة الألفين بيطلع سنة الأربعمية ألف يعني بدل الزعفران ليطلع عم بيحكي من حرد قلب طب الحشيشي أنه يعفو عن هاو المخدرات بس حل أنه يعفو عنه يعني فيه ناس بريئة أو فيه ناس متنبئة أكيد وفيه كثير منهم يعفو عن الكل إذا فصار معهم مصاريح يفوتوا بمشاريع بس تعالى بعلبك وصفي عاش تلاف واحد جايش ودرك وامن عام تعملي خمس معامل تعملي صد العاصي أنت لو في دولة يعملوا صد العاصي كان كل الخيار بالليرة عايب أحكي ما بدي أحكي بموضوع هذا بعدين أنا بتمنى لو الدولة تتصل بدول الخليج تساعد عن الموضوع يعني لأيمتها بالنندن مظلومة بعلبك مظلومين أهل بعلبك أكيد بالغلط مظلومين أكيد الألعى هاي العظيمة الألعى إذا بتشوفي بالعالم ما فيه أختها بالكرة الأرضية بتروي على نندن طاور أوف لندن بيبيعوا بوزة مين المسؤول عنها بيبيعوا بوزة حد الطاور أوف لندن فيه بقلبة مداي تبع الديامون تبع الملكة بيبيعوا بوزة هونيك بالمنطقة قدمزانية الدولة اللبنانية يا عمي قالت بعلبك حرام مش عموا الحشيشة مضرة إلنا وللبنان وللخليج بس يجوا ينسقوا دولتنا تنسق مع دول الخليج المحبة والبيتساعد ومع الدولة اللبنانية ويعملوا شي يعملوا عفو يشيلوا هالعقدة من بعلبك مين المسؤول عن هالإهمال ببعلبك يعني عم بتقول حضرتك ببعلبك وكلنا منعرف إنه هي من أهم الأثارات في العالم مع هيك وين السياحة وين القتلات وين المطاعم يعني بتسد عجز الخزينة إذا بعلبك فتحت كما يجب من هدا اللي عم قول لك إيه يا راية تلاقيوا حال يا راية تدرسوا الشغلة ماني وزير تخطيط أنا يا راية ما بعرف فالج لا تعالج يعني لازم قصت ببعلبك ينوع مين المسؤول عن هالموضة؟ لأحزاب؟ نواب؟ ما كانت هك الفلتان الفلتان والوضع المعيشة